انفاذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء لعمل ضوابط لتنبية الثروة السمكية وحمايتها والاستمرار في عملية الاستزراع السمكي بمأيفه بمتطلبات واحتياجات السوق المحلية بالاضافة الى وضع الاجراءات التي من شأنها المحافظة على الثروة السبكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لكل ما من شأنه ان يسهم في الحفاظ على الثروة البحرية ورفض الامن الغذائي في المملكة اصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الاعلى للبيئة القرار رقم واحد لسنة الفين واربعة وعشرين بشأن حضر تصدير الاسماك والربيان والاحياء البحرية الاخرى والقرار رقم اثنان لسنة الفين واربعة وعشرين بشأن حضر صيد اسماك الشعر والصافي والعندق ونص القرار الاول بشأن حضر تصدير الاسماك والربيان والاحياء البحرية الاخرى على انه فيما عدا سرطان البحر القبقب وقنديل البحر يحضر تصدير جميع انواع الاسماك والربيان والاحياء البحرية الاخرى التي يتم مستيادها في المياه الاقليمية لمملكة البحرين سوى كانت طازجة او مبردة او مجمدة او مملحة او معلبة او مدخنة ولا يسري هذا الحضر على المستزرع منها ونص القرار الثاني على استحداث حضر خلال شهري ابريل ومايو من كل عام على صيد اسماك الشعر والصافي والعندق في المياه الاقليمية لمملكة البحرين على ان يكون الحضر للعام الفين واربعة وعشرين خلال شهر مايو فقط ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الانواع من الاسماك وقت الحضر ان يبادر الى اطلاقها في البحر وذلك مع مراعاة العناية اللازمة لسلامتها وفي هذا الصدد اكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الاعلى للبيئة ان توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء بوضع الاجراءات التي بشأنها المحافظة على الثروة السمكية باعتبارها من الموارد المهمة للمواطنين تجسد اهتمام جلالته بالامن الغذائي ووضع المرتكزات الاساسية للحفاظ على الثروات الطبيعية وتعزيز المخزون البحري وتنظيم مهنة الصيد وثمن سموه دعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لملف ثروة البحرية منوها في الوقت ذاته بجهود وزارة الداخلية في ادارة الرقابة البحرية وحماية الصيد البحري والتصدي لممارسات الصيد المخالفة وبينا سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة بان هذه القرارات تهدف الى تعزيز المخزون السمكي من خلال السعي لاستعادة التوازن البيئي وإعادة تأهيل النظام الايكولوجي وستلعب دورا هأما في زيادة كمية وأنواع الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية وشدد سموه على ضرورة التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ القرار وذلك بما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية لافتا إلى أن عملية تنظيم الصيد تعد مسؤولية وطنية ينعكس أثرها الإيجابي على كافة أفراد المجتمع اشتركوا في القناة